اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا ينبغي ان ننظر الى المستحبات الشرعية على انها مجرد اعمال يثاب عليها الانسان وانما هي في الحقيقة بالاضافة الى ذلك تشير الى مجموعة من الاسرار الخفية التي ربما لا نستطيع ان نكتشف جميع عناصرها في مرحلة زمنية ما نحن الان في سياق الحديث عن احكام النكاح في احكام النكاح توجد مستحبات كما اسلفنا في البحث السابق وسأشير الى بعضها الان ونواصل ان شاء الله في البحث القادمة توجد مستحبات مستحب عند بداية التفكير في الزواج يعني بمجرد ان تفكر تقرر الان انه انا راغب في الزواج تبدأ المستحبات قبل ما تتقدم للخطبة اول ما تتقدم الى الخطبة ايضا هناك مجموعة من المستحبات بعد ما تتقدم الى الخطبة هناك مجموعة عند اجراء العقد هناك مجموعة بعد اجراء العقد هناك مجموعة من المستحبات في هذه المستحبات ذكرت مجموعة من يعني من الفوائد التي تعود على الانسان كالثواب والاجر ان من جاء بهذا العمل فله كذا وكذا وكذا صحيح ولكن هذا المستحب ما كان الا لان هناك امر معنوي خفي غير ظاهر لنا نحن بعض المقربين من اهل البيت عليه الصلاة والسلام سمعوا المستحبات لكن ما سألوا عن فلسفة هذه المستحبات لو سألوا عن فلسفتها انكشفت لنا غوامض الان لكن ما سألوا تصور لو ان الائمة الكرام عليه الصلاة والسلام موجودون الان في هذا العصر بعد تطور العلوم ويذكروا المستحب من المستحبات تلقائيا سوف تنطلق الاسئلة عن فلسفة هذه المستحبات شاهدوا الكلام قبل ان ندخل في بحث المستحبات هنا الخاصة ببعض النكاح وقد اشرنا الى بعضها في البحوت السابقة وسنشير الى بعضها الاخر في البحوت القادمة كثير من الاعمال كأنما كل حركة الانسان في الحياة بعض الى حال حتى تفكير الانسان ها تفكيره مو انسان يفكر وانسان يقوم بعمل يعني يتقدم الخطوبة يعني يسافر مثلا يعني يروح السوق مثلا يعني يريد يروح الحاجة مثلا الله ارزقنا وياكم على سبيل المثال هذا عمل بعض الاحيان لا تفكير يفكر الانه في شيء هذا التفكير يسبق مستحب عنده مستحب بعده مستحب مع انه مجرد فقرة والشاهد هو ما نحن فيه الان ان الانسان فقط لو فكرة فقط لو فكرة في الزواج لو فكرة في النكاح فكر انه يزوج هذا مجرد فقرة طيب فعلى كل حال هذا نمط شوف اذا اراد يبني بيت شقد انده مستحبات اذا اراد يطلع يوميا من البيت يروح للعمل شقد مستحبات موجودة ومكروهات انا اتكلم عن جانب الاستحبابي الان بس حتى المكروهات قرر يسافر السفر في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية بالطريقة الفلانية كل اكو مستحبات واكو مكروهات طيب جابوا الى ولد اول ما يجيبوا الولد هناك مستحبات اش كد عندنا امور هذه الامور هي اسرار مهمة جدا يعني تخفي وراءها اسرار واقول يعني بكلمة قاطع هنيئا للمتدينين والمؤمنين الذين يتعاملوا مع هذه المستحبات وان لم يكتشفوا اسرارها وخسار على اولئك الذين لا يتعاملوا معها كالانسان غير المتدين يعني هذه الاشياء الموجودة عندنا نحن الانسان اللي يعيش في الغرب ولا يرتبط برسالة او ديانة او مرتبط بغير رسالة الاسلام وبغير منهج اهل محمد صلوات الله وسلام عليهم اجمعين هؤلاء كيف يتعاملوا مع الحياة من هذا الجانب اذا ارادوا يتزوجوا اذا ارادوا يسافروا اذا جاءوا ليهم ولد اذا ما اعرف شنو اذا ارادوا ابنوا بيت اذا ارادوا يطلعوا يوميا شي سوون كل هذا الامر غافلين عنا كل هذه الامر لا ذكرى لها ابدا في حياتهم شقد هذا يشكل خسارة عميقة للانسان هذا الامر ترك له فلسفة احنا عدنا روايات يظهر منها كراهة السفر يوم الجمعة مو بالذات قبل صلاة الجمعة صحيح ولا لا السفر يوم السبت يوم بغي ان يكون زين هذا هذا افترض ان فيه ثواب صح افترض ان الانسان لو فعال هذا له هل قد مثلا اه نهر في الجنة مثلا وكثير من الاحيان الانسان انظر لهذا البعد زين هذا شنو اثره علينا الان فيزيائيا شنو اثر علينا الان احنا في حياتنا نفسيا شنو اثر علينا لو احنا ما سافرنا يوم الاربعة مكروه السفر يوم الاربعة بس في حالة معينة يصير السفر يوم الاربعة مستحب هو السفر في يوم الاربعة مكروه بس بلحاظ ثاني يصير السفر يوم الاربعة مستحب يعني اذا جاءك بعض المنجمين المتشائمين وقالوا لك انه ترحنا نظرنا في الامر بالنسبة لسفرك ورأينا بان سفرك هذا تترتب عليه القضايا الفلانية والمشاكل الفلانية وكذا فانت خالفت هؤلاء المنجمين وتوكلت على الله سبحانه وتعالى وسافرت قضيت لك كل حاجة ودفعت عنك كل مشكلة كيف هذا الانقلاب صار هو السفر نفسه هو نفسه افترض يوم الاربعات ساعة عشر الصبح هذا طالع وهذا طالع هذا سفره مكره وهذا سفره مستحب زين هذا لنفترض ان هناك ثواب يرجع على الانسان فاهمين الغير الثواب الاثار النفسية اللي ترجع على الانسان شنو هي ترى هاد احنا اغلبنا ما مكتشفينها الاثار الفيزيائية اللي ترجع على الانسان في حياته الاثار الاجتماعية يعني الان الاحكام المتعلقة بالنكاح اثارها نفسية اثارها فيزيائية اثارها اجتماعية اكو اثار فوائد اجتماعية فيزيائية تعود حتى على جسم الانسان ونفسية تعود على نفس الانسان هذي كيف نكتشفها نحن احنا عادة ننظر للمستحب نشوف الثواب اللي فيه ونسويه يعني لو الفت نظركم الى شيء مثلا غسل الجمعة تعلمون ان غسل الجمعة من المستحبات التي يمكن ان يقال عنها من المستحبات المؤكدة عندنا مستحبات بس عندنا مستحبات مؤكدة الظاهر ان غسل الجمعة من المستحبات المؤكدة اللي ينبغي للمؤمن ان لا يدعه هذا المستحب هو غسل الجمعة هو في مستحبات ايضا ان الانسان اذا اغتسل في مستحب ايضا احنا عادنا نشوف دائما الاجر والثواب لاحظين نشوف الاجر والثواب في مستحب ان الانسان بعد ما يغتسل يقول مثلا الله من صلى الله محمد وعلي محمد اشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهدوا انه محمد عبده ورسوله الله من صلى الله محمد وعلي محمد وجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين هذا دعاء هذا فيه ثواب لكن تلا تنظر للثواب انظر الى الاثار التي تعود على الانسان عدنا في الروايات ان هذا الغسل يحفظ الانسان للأسبوع اللي بعده هذا يحفظ الانسان للأسبوع اللي بعده شنو معنى ترى هذا اثر ممكن يكون نفسي وفيزيائي مو بس ان الله سبحانه وتعالى يحفظه هكذا لا قد تكون اسرار موجودة زين لاحظوا مثلا الماء دا تشرب الماء انا اريد اوصل الى الى التأكيد على المستحبات هادي اش قد مهمة في باب النكاح تشرب الماء مستحب عندنا انه اذا تشرب الماء يشربه في ثلاث جروعات صح قبل بسم الله وبعد الحمد لله يعني اول جرعة بسم الله الرحمن الرحيم تشرب بعد ما تبلع الماء تقول الحمد لله رب العالمين جرعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم تشرب تبلع تقول الحمد لله رب العالمين جرعة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم تشرب خلص الحمد لله رب العالمين واش عندنا في الروايات ان كل قطر من هذا الماء تسبح عن الانسان ليوم القيامة مو هالشكل او الماء الذي تتوضى به في الرواية عندنا وضوء امير المؤمنين سلام الله يعلي الذي علمه ابنه محمد بن الحنفية بالادعية المذكورة شو في نهاية الادعية في نهاية العمل شنو ان كل قطرة ما استخدمها الانسان في هذا الوضوء تسبح عن الانسان ليوم القيامة ترى هذا اثار هنا في اثار معينة عندنا الصلاة بين الظهر والعصر يوم الجمعة سيلي صلاة الركعتين في كل ركعة سبع مرات قل هو الله وحد اي الصلاة وبعدها دعاء مختصر هذه الصلاة التي يصلها يحفظ الى الاسبوع القادم ترى هذا مو بس قضية الثواب هذا في اشارة الى اثار نفسية اثار فيزيائية اثار اجتماعية تعود على الانسان نحن بعض الاحيان نسوي العمل لكن لا نركز على الامق اللي فيه ننظر الى الجانب المتعلق شنو؟ بالثواب احنا لازم نروح نكتشف العامق ولهذا هنا عندما نجي نتكلم عن باب النكاح لاحظوا عندنا الانسان اذا فكر وان شاء الله نقرر روايات في البحث القادم الانسان اذا فكر في الزواج يستحب له ان يصلي ركعتين اول ما يفكر قبل ان يتقدم الظاهر مو اذا فكر في فلانه انه والله فلانه النار يروح اخطبها لا فكر ان يتزوج الظاهر هو هذا فكر يتزوج يعني قرر قال خاص الان بعد صار عمري هالشكل انا لازم اتزوج يقوم صلي ركعتين ويقرأ فيها دعاء رايح نقرأ ان شاء الله صلي ركعتين يقرأ دعاء راح بيتقدم للخطوبة واذا قرأناه في بحث سابق يروح ويجلس ويقرأ خطبة معينة زين وفي تلفظ ميثاق يتلفظ به الانسان اكو ميثاق يتلفظ به وش قد هذا الميثاق الى اثار على حياة الانسان النفسية والاجتماعية والفيزيائية خلاصة الكلام ونحن نمر على المستحبات المتعلقة بباب النكاح لان النكاح علاقة اجتماعية بين طرفين وتوالد لجيل ايضا هذا يركز فيه على المستحبات لان الاثار اللي فيه اثار خطيرة مو اثار بسيطة لهذا اذا قرأنا ان شاء الله في المستقبل المستحبات ومرنا عليها لا ننظر فقط لجانب الثواب فيها وانما ينبغي ان نتعمق اكثر ايضا في اين نتعمق في الابعاد الاخرى لهذه المستحبات يعني البعد الفسف فيها نأتي ان شاء الله صلى الله وسلم على شرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة